السلام عليكم ازايكم عاملين ايه ان شاء الله يارب الامور كلها تكون طيبة وتكونوا بافضل صحة وحال فيديو النهاردة بإذن الله هنشرح الفيتشر اسكيلينج اول حاجة انا امتى بلجأ ان انا اعمل فيتشر اسكيلينج لما يكون عندي بيانات كتيرة قوي في الديدست كبيرة وبيانات تانية صغيرة قوي يعني ميكس كده خلينا وريلك يعني مثلا انت عندك 3 كولومز X1 و X2 و X3 و Y ده الأودبوت اللي احنا نتوقعهم ماشي ماشي دلوقتي البيانات X1 مختلفة تماما عن X2 مختلفة تماما تماما عن X3 كل واحدة واخدى رينج معين من البيانات X3 دي اكبر بيانات عندك بعد كده X2 بعد كـ X1 فاحنا لازم نوحد الرينج بتاع الديتا عشان مفيش بيانات تضغى على بيانات تانية او بنسميها دومانيت المعنى الاصح بقى ان في بيانات بتسيطر على بيانات تانية يعني مثلا الموديل ما بقاش مثلا عارف ان الرقم ده كبير قوي فيديله اهمية اكبر من مثلا رقم اتنين او واحد لا مفيش حاجة تاخد اهمية عن حاجة تانية او بيانات تدومانيت على بيانات تانية يعني مثلا البيانات اهيه ديت نفس دي ماشي خدنا سامبل منها عملنا لها فيتشر اسكيلينج دي شكلها بعد اما انا عملت للفيتشر اسكيلينج بقت كل البيانات من زير الواحد من زير الواحد ماشي ماشي تعالى نرجع تاني احنا عندنا نوعين او two methods بقدر ان انا من خلالهم اقبلاي الفيتشر اسكيلينج زي ايه زي normalization والstandardization تعالى نمسك بقى حاجة حاجة كده ونشرحها اول حاجة ان انت بتحول بتاع البيانات كلها اللي عندك في ديتا ست ان هي تكون ما بين range zero واحد من zero الى واحد كل البيانات تكون من range ده ماشي عن طريق ان انت هتقبلاي rule معينة بتقولك ان انت هتمسك كل البيانات اللي موجودة هتطرحها من الاقل قيمة اللي هو المنمم على المكسيمم نقص المنمم دي كل البيانات ده متغير بيشمل كل البيانات اللي عندك هتقولي طب انا محتاجة اعرف الموضوع ده يعني ايه كمثال عملي كده من غير ما ندخل في اكواد طبعا احنا هنعمل الكلام ده باكواد ولكن خليني يوريلك جزء الماسماتيكس فيه دلوقتي هناخد ان احنا ناندرستاند بس الكنسبت بتاع الستندريزيشن والنرماليزيشن باستخدام ده تسبب بسيطة لستيودنت exam score الشخص ده في الماس جاب خمسة وسبعين وجاب تمانين وجاب تسعين وجاب خمسة وستين وجاب ايه خمسة وتسعين برضو تمام دي الدرجات متفوتة وهكذا برضو في الانجلش سكور فاحنا مثلا هنمسك الكولوم بتاع الماسم سكور هنقبلاي عليه النرماليزيشن ان احنا نخلي البيانات بتاعته ما بين 0 و 1 طب هنعمل الكلام ده ازاي عن طريق القعدة دي بتقولك هات اقل قيمة في البيانات اللي عندك ده كولوم موجود عندك في البيانات بتاعته فاحنا هنشوف اقل قيمة في الكولوم ده ايه اقل قيمة 65 يبقى الميني 65 طب ايه اكبر قيمة 95 يبقى دي اكبر قيمة يبقى احنا كده جبنا الميني والماكس نقدر نجيب النيو فاليو او الاكس داش هنعمل ايه هنقوم جاب مسكين كل قيمة من هنا مش دي الاكس او 75 هنطرحها من اقل قيمة اللي هي 65 على الماكس نقص الميني اللي هو على 95 اص 65 ايه انت مش تامل حاجة غير ان انت هتقبلي الرول دي والاكس هتتغير معاك مرة 75 مرة 80 مرة 90 مرة 65 وهكذا هيديك البيانات دي هي دي ما بين range ما بين zero اهو الواحد يبقى انت كده عرفت المهمة جدا هتتسئل فيها في اي انترفيو ان انت بتسكيل الديتا ما بين zero الواحد طب هتسألني سؤال افرد دي باي ديفولت ماشي باي ديفولت كده ان هي بتعمل بيانات من zero الواحد طب لو انت عاوز اي specific رينج عايز مثلا تخلي البيانات بتاعتك من سلب تاته لتلاته من سلب اربعة لاربعة اي حاجة هتقدر تغير في ده او من خلال برامتر اسمه feature range وهنشوف برضو الكلام ده عملي في جيبتر نوتبوك خلينا بس نكمل النظري بتاعنا كده احنا خلاص فيهمنا normalization عن طريق القعدة دي طب لو انا عايز اعمل standardization قالك في ال standardization ان انت بتسكيل ال features عشان يكون المين بتاعها zero المتوسط بتاعها zero وال standard deviation بتاعها واحد يبقى ازا ان انا محتاجة من البيانات ان انا احسب المين واحسب ال standard deviation واطرح كل value من المين واقسمها على standard deviation عشان تديني القيمة الجديدة ليه القيمة بعد اما اتعملها ايه standardization تعال برضو نشوف مثال دلوقتي هنستخدم نفس المثال اللي موجود اللي هو الماسي سكور والانجليش سكور بس احنا نشغلين على الكولوم بتاع الماسي سكور ده ماشي بس اللي هيحصل هنا هو نفسه هيحصل هنا بس عشان ما نضيعش الوقت احنا مسكين ايه كلهم واحد هنعمل له standardization فانا محتاجة اعرف حاجتين المين وال standard deviation المين ان انا اجمع وقسم على العدد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ال standard deviation من القعدة دي انت بتجيب جزر السميشن لكل القيم ناقص المين تربية على ان مينس ون دي السميشن وفي نفس الوقت بتطرح كل قيمة من المين لكل تربية زائد الكيمة اللي بعدها ننصل مين لكل تربية زائد الكيمة اللي بعدها ننصل مين لكل تربية وهكذا على ان مينس ون اللي هو كام اربعة وهتديك قيمة يبا انت كده عرفت المين وال standard deviation هنبدأ بقى نحسب الزد سكور اللي هو ال standardization ان احنا نطرح كل قيمة راحت فين كل قيمة ناقص المين على standard deviation كل قيمة ناقص المين على standard deviation وهكذا القيم اللي طلعت دي دي يعني بيانات المين بتاعها صفر وال standard deviation بتاعها واحد هنا بقى مثلا بيقولك بيوضح لك اكتر ان مثلا لو انت عندك two variables في data set واحد اسمه height والتاني اسم weight فهي تقزب له بالسنتيمتر والweight بالكيلو جرام فده different scale فانت عاوز توحد البيانات دي عشان تقدر ان انت تعمل analysis مثلا او ان انت مثلا تبلد machine learning module الكلام ده فلازم تخليهم في common scale في نفس ال scale بان انت تعمل مثلا ايه standardization examples of feature scaling methods ماشي احنا دول قلناهم standardization و normalization لكن لما اجي بقى standardization ب بايسون هستخدم standard scale ده بيخلي values بتاع كل feature او كل ما عندك ان المين بتاعها ب zero standard deviation بتاعها ب واحد normalization هيمبلومنت الميني ماكس سكيلر وده بيخلي values بتاع كل feature او كل ما عندك في data set ما بين zero ما بين الواحد ركز بقى في الملاحظة دي بيقولك ان انت لازم تفتل لترينج ان بتقول لي مش الانتاير ديتا سيت يعني ايه طب بص اللي بعدها بيقولك ان ال feature scaling is done after splitting ال data set اذا ان انا بعمل scale لل features بعد اما قسمهم اصلا لترين وvalidation وتست لو تاخد بالك وانت متابع معايا هتلاقيني قلتلك ان ال data encoding ان انت بتهندل ال categorical data بتحولها ل قبل ما تبدأ لترين وvalidation يباز ان في حاجة بتتم قبل ما اعمل وفي حاجة بتتم بعد ما اعمل اللي بيتم قبل ما اعمل ال data ان انا بحول ال data او ال values بتاعة اللي معايا لارقام لكن اللي بيتم بعد ما قسم بتاعتي ال train وvalidation هي ال feature scaling طيب ليه او ايه معانا ان انت بتفيد ال skiller ال training بتقول لي مش دل 6 بص يا عم ركز معي بقى في الحتة دي انا كده كده اصلا يعني انت مفترض ان انت تفهم الحتة دي اكتر في كود واحنا بنكود والكلام ده ولكن انا هشرحوالك برضو هنا يمكن آآ تفهمها لكن لو ما فهمتهاش ما فيش مشكلة احنا ان شاء الله الفيديو الجاي على طول هيكون الايه بتاع الستاندر اسكلر والميني ماكس اسكلر فانت اسمعني ولو ما فهمتش ما فيش مشكلة دلوقتي انا بعمل آآ فتنج للديتا بتاعت التريننج مش اصلا التريننج آآ ست بتاعت التريننج يعني بتكون اصلا متشافة من الموديل يعني الموديل بيقدر ان هو يشوفها اما لا يتعلم من ايه ما هو يتعلم من التريننج ست فازا ان انا وانا ببفت الديتا يعني ايه مش احنا عندنا مسود اسمها فت وترانسفورم شفناها المرة اللي فتت واحنا بنعمل آآ الديتا انكودينج او بص بقى هنمسك المسود بتاعت الفت دي هنفت الديتا بتاعت التريننج يعني ايه يعني مسلا لو احنا شغالين على الستندريزيشن فكون ان انا اقول لك ان احنا بنعمل فيتنج للديتا بتاعت التريننج معنى كده ان انا بقول لك ان احنا بنحسب المين والستندريزيشن بتاعت الديتا صح ولايه هو اصلا مش في القعدة بتاعت الستندريزيشن ان احنا نحسب المين والستندريزيشن فاحنا لما نيجي نفت الديتا بتاعت الترنينج احنا بالفعل بنحسب المين و بتاع الديتاسيت بتاعتنا. فاحنا بنطلع بنطلع ببرامتر اللي هما المين والستندرد Eye Foundation. المين والستندرد Eye Foundation دا بقى. انا هستخدمه نفس المين ونفس الستندرد Veteration ونفس السكيلر هستخدمه على تستنج سيت. عشان أبدأ أحول البيانات اللي بتاعت التستنج ليه نفس الرنج اللي الترينج متضربة ايه عليه او الموضل متضرب عليه في الترينج لان الديتا اللي في الترينج هتكون صغيرة ما بين رنج معين مثلا من زير الواحد مثلا او اي رنج معين فنفس الرنج ده هيبلاي لنفس التستنج ولكن هيكون عن اه ميسود اسمها ترانسفورم مش فيتنج ماينفعش اعمل فيتنج ليه البيانات بتاعت التستنج لان اصلا البيانات بتاعت التستنج ما بتكونش متشافة فانت بتستخدم الفيت وانت بتعمل ترينج لديتا ست طب ليه عشان احسب المين والستاندر ديفيشن وبعد كده احول او اعمل سكيلنج للبيانات بتاعت الترينج تمام نفس الاسكيلر اللي انا استخدمته في الترينج هستخدمه في التستنج فادقون دخلها على تريدها بتاعت التستنج وانا عارفت المين واليستاندر ديفيشن مش هاعط بقى ان انا احسب مين واليستاندر ديفيشن تاني لان لو انا حسبتهم فكده انا شفت الديتا بتاعت التستنج واصلا الديتا بتاعت التستنج ما متكونش متشافة ماينفعش حد يشوفها لانه هي كأنها ديتا جديدة احنا بنختبر بها الموديل. فما ينفعش ان انا اعمل فتنج للديتا. بس بعمل ترانسفورم عادي جدا. ان انا اللي هو هستخدم نفس الميل والستاندرد فييشن اللي انا استخدمتهم في الترينينج. واعمل ترانسفورم للديتا على طول. زي ما قلتلك لو انت مفهمتش مفيش مشكلة. احنا كده كده هنشرح الكلام ده ككود وانت هتفهمه اكدر. لو انت بقى مفهمتش من كلامي فهتلاقي نفس الكلام اللي انا حاولت اشرحولك هنا. يمكن انت اتجمع من هنا اكتر من انا ايه اشرحولك والكلام ده. بس فيما معناه ان احنا بنفت وترانسفورم الترينينج الدي ده بنستخدم المسود دي فت واندرسكور ترانسفورم على ترينينج ست. طب ليه بنعمل كده? عشان اكالكوليت احسب المين والستاندرد فييشن اللي هما عشان اعمل صح? صح شرحنا الكلام ده هنا. اهو عشان تطبق القاعدة دي على الترينينج ست عندك. يبقى احنا اول حاجة بنفت وترانسفورم الترينينج عشان نحسب بس المين والستاندرد فييشن عشان اقدر اعمل استاندرايزيشن. فالسكيلر اللي هو الستاندرد سكيلر بيفت الترينينج ديتا يعني ايه بيفت? يعني بيحسب المين والستاندرد فييشن. وبعد كده بيترانسفورم الترينينج ديتا في نفس الوقت. يعني فت وترانسفورم. تعالنا قطعها. فت احسب المين والستاندرد فييشن بتاع الترينينج ست. ترانسفورم ابدأ احول بقى. اعمل اسكيلر ديتا. بيزد على المين والستاندرد فييشن اللي انا جبتهم من انا عملت فيت انجليد ديتا. بعد كده ابدأ على الترانسفورم وانس ان الاسكيلر اسفتت تو ترينينج ديتا. اول ما الاسكيلر يفتت ديتا يعني يروح يشوفها ويحسب المين والستاندرد فييشن. نفس الاسكيلر ده هيتعمله ابلاي ليه التست ديتا. باستخدام ميسود اسمه ترانسفورم. وهنشوف الكلام ده في الاكواد ان شاء الله. ده بيأكد ان دي التست ديتا هتترانسفورمت باستخدام نفس المين والستاندرد فييشن. يبقى نفس الاسكيلر اللي اتعمل على الترينينج بنفس المين والستاندرد فييشن هو نفسه اللي يتعمل على التستنج. بنفس المين والستاندرد فييشن بتاع الترينينج. فاذا ان انا ما شفتش البيانات بتاعت الايه التستنج الديتا. ده انا عملت عطول ابلاوي. كيانك طبقت القعدة على طول. من غير ما تشوف ايه. المين والستاندرد فييشن بتاعها قد ايه. بص بيقولك ايه? ان ان بتعمل التست ديتا بازده على الليرند برامتر. اللي هما المين والستاندرد بيقول لك بقى ان السبب ان انا ما ما اقدرش ان انا افت التست ديتا. لان دي بتبقى اعمل حاجة اسمها منتين الانتجريتي اف ال افاليواشن بروسس. انا بقيم الموديل بالتست ست. فما ينفعش ان انا اشوف البيانات. بيقول لك ان التست ديتا بتكون انسين اندبندنت اجزامبلز يعني اندبندنت مستقلة كده الوحدة. بتسيميولات الريال وورلد اه سيناريو او سيناريوز. يعني ديتا ما ينفعش اشوفها خالص. فما ينفعش ان انا عمل لها فيتنج بالسكيلر. اهو وانتزا موديل يعني كاننا اول مرة نشوف الامثلة دي. اه مش كاننا هواحنا بفعلا اول مرة نشوف الاجزامبلز دي. ويعتبر يعني ديتا جديدة. مش متشافة. يا رب الامور كلها تكون واضحة. اه الفيتشر سكيلنج بقى واهميتها. يعني بيقول لك هي مهمة جدا للالجوريزمات اللي بتعتمد على زي الكي نيرست نيبر. الكي مينز كلاستر. اللي هي مفيدة بتقلل من عندك في ديتا ست. فلو انت ما عملتش فيتشر سكيلنج الفيتشرز اللي بتاعها عالي هتعمل ايه? هتسيطر. فده ما ينفعش. ايه انت تشغيل على الالجوريزم بيعتمد كله على المسافات. فازا ان الداتا كبيرة قوي. دي هتلاقي راحة في حتة تانية خالص. فهتسيطر على البيانات اللي ايه? الرينج بتاعه الصغير. اه امبرتنت فور جريديينت بيزد الجوريزم. الجوريزمات اللي بتعتمد على الجريديينت زي اللينير والنون لينير زي لو جيستي جريشن زي نيورال نتورك. لو انت ما عملتش فيتشر سكيلنج الترينج هيكون بطيق جدا. في بعض الالجوريزمات بتشتغل عادي جدا من غير ما انت تعمل ابلاي لفيتشر سكيلنج زي اه زي برضو نايف بيز. اه كل الالجوريزمات دي بتشتغل على كل فيتشر اندبندنت لي لوحدها مستقلة. اه الفيديو طول. فاتمنى يا رب انتم تكونوا استفدتم من الفيديو ده. اه واشوفكم بازن الله الاخير الفيديو غي. בואي